طب الشباب بقى العازف عن الزواج له اسم طب الشباب اللي بيتجاوز له أجرفة ده له اسم أولا مقدرش نقول ان هو اسم لكن نعرف سبب العزوف ليه مش عايز يتزوج ليه ايه السبب احنا لو منعنا السبب هيزول العرض ايه السبب بطالة فقر انخفاض مستوى الدخل مثلا خلي الشباب أصل لعادر يتحمل مسئولية والماديات كتير جدا الفساد المنتشر الفواحش المحرمات كيف متنول الكل بقى خلاص كله ما تقولش بقامة علاقات محرمة ما انتش عايز تتزوج ولا تصرف تقطق الجنسية في حاجة حلال لا غلاء المهور تكاليف الزواج متطلبات أهل العروسة والجب حاجة كارسة أو الدراسة عايز يكمل دراسة وياخد مستوى معين أو درجات أو درجة علمية معينة فالزواج عائق فلا ده ضد طموحات وتطلعات أو إن شاب عايز مواصفات عالية جدا ورفع سقف توقعاته في الأمر في شريك الحياة لا عايز البنت موجودة عام من المواصفات اللي بتبرق اللي انت بتقول عليها دي برضو من دمن الأسباب عزوفه من هم ممكن يكون عنده أعباء تانية عنده تكاليف في البيت عنده بيراق هلو ما عندوش رغبة في الهم بيسد الدين اللي أبو سابه أو أصلا هو ما عندوش رغبة زواج ولا التحمل مسئولية ولا الكلام دي يقول لك ده يقيد حرية الشخصية أو إن هو خايف من الزواج بسبب الخلافات والطلقات الكتيرة العنف غياب الاستقرار الموادة من البيوت مش موجودة فشايف مصيبة بيقول لك عشاء الجزء بيتخنقه تعالوا شوفوا قدامي الاسم والعبش مرمي تعالوا شوفوا محكمة الأسرة أو إن يقول لك الظروف اللي احنا فيها ظروف قاسية جدا وأنا ما قدرش أكمل في حاجة زي كده أو ما هوش فاهم المفاهيم الشرعية والسوابات اللي احنا لسه أيلنها إن تاخد من الزواج السكن والموادة والرحمة وكذا طبعا قلته والإيمان وبعد عن الدين والكلام ده هو لو عارف عارف عايز ربنا يغنيها تزور خزون فقراء يغنيهم الله من فضل كمان عندك أزمة الثقة أصلا دلوقتي ما بين الجنسين سواء البنات ولا الولاد كل واحد بالتعمل فيش راجل وتاني قلت لها كلها خلينوا بتوع بناتوا بيمشوا مع الشباب ما فيش بيت ما بتمشيش فتن قلة حياة يقول لك ما فيش واحدة إلا لها علاقة سابقة بكذا سمعت الكلام ده كتير أو الإعلام اللي بيحصل فيه والعولمة وتغيير بقى المفاهيم والعداد زي ما شرحنا في أول حلقة أول إحباط فقد أمل في المستقبل وكذا وخايف أنه ما يقدرش تحمل مسؤولية بيت كمان ممكن يكون العزوف أن ما عندوش هلأ شقق ببيت أهل ويقول لك العروسة رفضة ده مش عايزة نعوضة عايزة بيت مصابل ما عنديش المقدرة المادية أن تعمل كده أو أن البنت بمستوى تعليم معالي معين وطلبة اللي زيها وحقها لكن ما فيش وكل اللي بيجدون زلك فبترفض مثلا أو الولد عايز بنت مثلا بسن أقل منه فاللي بيجيلها في مستوى يعني خلطة بيطة كده أو الأهل يعودوا يتدخلوا لا نعمل كذا لا نسوي كذا لا نعملوا لا أخد دي لا ما تاخدش دي وهيسا كبير كل دول كمان فيه من ضمن عزوفهم برضو أني ما فيش مؤسسات أو توعية زي اللي احنا السلسلة بنعملها دي السلسلة دي بصوا تفرغوا اللي فيها وتعودوا تسمعوا مرة واثنين وتلاتة برضو بعد البنات نفس الكلام في المقابل تلاقي الشباب لو التيسر له سبل الزواج أو تكاليفه لكن بيعرض عنه ليه؟ ما عندوش مثلا القدرة على مثلا قدرة البدنية مثلا على المعاشرة أو الأمور الخاصة مثلا بمتطلبات الزواج أو مريض جسدية يقولك لا خلاص ما تزوجش واصدم ده واحد عنده أمان يقولك لا أنا غير قادر على إعطاءها حقوقها ده ممتاز ما بيدلس بعكس اللي بنشوفه وتطلع عروسة شهر متطلقة أو عروسة 40 يوم أو مقعدة 6 شروية لسه بنت يقولك لا ده فيها فريق ونكشف ونعمله في الآخر يكون مداري الكشف ومداري الحاجة وكده وده من التدليس يعني ده غلط العقد ده وتعاقد فاسم أو أنه هو مش عارف يتعرف على بنت أو تتوافق معاه فكريا يقولك عكس حكاس ما فيش واحدة تعمل دماغي أو أنه هو تايه بقى في العلاقات المحرمة والدنيا والمشي والبنات فيقولك ما أناش عايز جواز أجي الجواز دي أنا عايش ملك زماني ولا مسئولية ولا علاقة ولا نيلة ولا تبعات حتى العلاقات الشرعية دي مش عايز أو هو تعود على العلاقات فعايز واحدة واثنين وتلاتة والزواج هيخليه حاجة واحدة بس فيعزف على زواج ليه ما هو مستمتع بقى بالعلاقات المتعددة اللي معاه ولا عزو بالله يعني أو فقط ثقة زي ما قلتلكم فقط ثقة في الحرين كلها من كتر اللي شافه وأنه هو سمع تجارب فمش عايز أو هو مرة أصلا زي نفسه التجربة سيئة جدا وتخان فيها ولا تبادل فيها ولا شاف حتى معاملة سيئة من أهل العرش وقلتك بس تجارب مؤلمة وبتاعه وعلاقات سلبية أنا ما عايز أتزود كل الكلام ده عايز يدخل أصلا في علاقة جديدة أو عايز أركز على شغلي عايز أركز على مهنتي بس عنده طموحات عليها مش عايز يستهلك وقته في كل الحاجات دي أنا بحاول أجيب كل الأسباب اللي بيتخلي الشباب يعزف الحل في إيه؟ تأهيله زي الدورات ومحاضرات اللي احنا بنعمل زي السلسلة اللي احنا بنقولها دي دور الحكومات الجمعيات الخيرية مؤسسات المجتمع رجال الأعمال نعمل مشاريعه زيادة الوعي للشباب إن أنا أعمل حاجة زي تأهيلهم أو تهيئتهم أو تسهيل بعض المشاريع وفرص العمل بدل مثلا ما يدفعوا ضرائب رجال الأعمال أو الشركات دي يشاركوا في عمل خاص يفيد المجتمع يحل مشاكل الشباب الاقتصادية بتوفير محضن عمل معين أو التوعية بمخاطر العزوف عن الزواج بيبقى إيه؟ مجتمع ما فيش مجتمع ما فيش أسرة ما فيش مجتمع